أهلا بحضراتكم من جديد وفقر تريند التريند النهاردة طبعا التريند بالنسبة لنا هو تدريب الأهلي واستعداد الأهلي للمباراة الوديال الأخيرة أمام طلاق الجيش ثم بعد ذلك السفر إلى تونس لمواجهة اتحاد المنستيري في زهاب أبدور التمهيدي الثاني من مساب الدوري أبطال إفريقيا النهاردة كان فيه تدريب صباحي بالنسبة لفريق النادي الأهلي لكن التدريب المسائي اللي هو في هذه اللحظات المفروض دلوقتي ما فيه تدريب مسائي اللي اتمرانوا الصبح لأنه يبقى تدريب مسائي لمجموعة اللعبين الدوليين العائدين بعد نهاية الأجندة الدولية مع المنتخبات الفترة الأخيرة ويكون تدريب خفيف وتدريب استشفى ويكون فيه مرحلة إعداد بقى للدوليين خلال الفترة اللي جاي زي ما انتوا شايفين على الشاشة دي جزء من كواليس التدريب الصباحي النهاردة في ملعب مختار التتش بالجزيرة سويسري مارسل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي حرس على عقد محاضرة لللاعبين قبل انطلاق المراني الصباحي عمل عم مختار التتش بالجزيرة واللعابة خدت تدريب بدني في بداية مراني الأهلي قبل تأدية مجموعة من الفقرات الخططية والفنية في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد طبعا فيه بنتكلم في مباراة بكرة فبالتالي من الصعوبة في الإمكان أن المجموعة اللي قدام كل على الشاشة تتمرن كمان النهاردة الساعة 5 وبقرة فيه مباراة ودية فبالتالي المراني المسائي ما تلغاش بأكد تاني عشان عارف البعض المبيلاق المراني المسائي ما فيش فيه لعيبة فيقولك المراني تلغى في برنامج موضوع من مرسل كولر في الفترة الأخيرة متحدد لغاية مباراة طلاق الجيش وبالتالي الموجودين حاليا دلوقتي في ملعب التتش بيعملوا تدريبات استشفائية بعد العودة بعد ختام مباريات الأجندة الدولية مع المنتخبات أليو ديانج وصل القاهرة فجر الأربع النهاردة الفجر وصل وبنسبة كبيرة هيكون موجود النهاردة فيه التدريب اللي استشفائي علي معلول كان بلعب مباراة أو كان موجود مباراة مع منتخب تونس أمام البرازيل يمكن علي مشاركش مباراة خالص فيه المباراة اللي انتهت بفوز البرازيل على تونس 5 واحد لكن علي هيصل النهاردة بإذن الله إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء وهيكون بكرا إن شاء الله موجود مع الفريق ويكون فيه تدريبات واستعدادات بالنسبة للفترة اللي جاية بفترة راحة بقى سلبية يومين تلاتة إمتى الدوليين ينزلوا التدريبات الجامعية ده هيحدده مرسل كولر النهاردة بعد ما يبص على حالة اللعيبة الدولية اللي كانوا موجود في المنتخب الوطني برح لعب محمد الشناوي ومحمد عبد المنعب مباراة لايبريا وكانوا موجودين في التشكيلة الأساسية أيمن أشرف خد جزء من المباراة كمان عدد من اللعيبة كانوا موجودين في المباراة الأولى زي حمد فتحي كريم فؤاد موجود في المنتخب شادي حسين ملعبش المباراة الودية ورجع لتدريبات الآلي فالفترة اللي جاية هي ضباق كولر يشوف المجموعة اللعابين الدوليين مع المجموعة اللي كانت معاه على مدار حوالي أسبوعين إزاي يبدأ يشتغل معهم في الفترة جاء قدامنا طبعا على الشاشة ميشيل يانقون مدارب حراس المرمى كمان النهاردة زي ما انتم شايفين على الشاشة لقطات حصرية حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن سارد الحفيز مزير الكورا النهاردة الكابتن الخطيب كان بيتابع التدريب الصباحي وكان بيشوف كمان آخر استعدادات الفريل للفترة اللي جاية آخر الترتيبات والتجهزات لرحلة الصفر إلى تونس بإذن الله كمان بيشوف الجهاز الفني ايه متطلبات الفترة اللي جاية الراجل بعد المباراة الودية الأخيرة دي أكيد هيبدأ يشوف الاحتياجات اهو شايفين الكابتن محمود الخطيب بيرحب بالجهاز الفني مارسل كولر كابتن سامي أمصان يعني كابتن سارد الحفيز أفراد الجهاز المعاون لمارسل كولر الحمد لله الأمور تسير بشكل جيد جدا متطلبات المرحلة اللي جاية كمان عندنا محلل أداء ياسين المكاري تونسي وعارف بالتأكيد الأجواب في الكورا التونسية وهيبقى محضر فايل مهم جدا عن فريق اتحاد المنستيري للمدير الفني مارسل كولر الكابتن الخطيب دايما وحريص بشكل دائم انه يكون موجود في التدريبات عشان يشوف احتياجات الفريق اخبار الفريق ايه الصعبات اللي ممكن تواجهه الفترة اللي جاية يتم تزليل هذه العقابات في الفترة القادمة كمان بتبقى فيه اجتماعات على المستوى الرسم اجتماعات لجنة التخطيط اجتماعات قطاع الكورا كل الأمور دي بيتم التنصيق لها وبقى فيه حلقة تواصل دايما سواء بوجود الكابتن سيد وجود الكابتن حسام غالي لجنة تخطيط كابتن محسن صالح كابتن زكريا ناصف الاجتماعات مستمرة وبيترأس كل هذه الاجتماعات أو بيرأس كل هذه الاجتماعات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهل وكل التوفيه رب للنادي الأهلي في المرحلة اللي جاي طيب نهاردة كمان مصطفى سعد اول تدريب لمصطفى سعد مع النادي الأهلي بعد ما انتهت مشاركته كان فيه ترحيب طبعا بمصطفى سعد على الطريق التقليدية بالترحيب بأي لاعب جديد لكن النهاردة ده أول مران لمصطفى سعد عشان يدخل في المجموعة مع بورونو سافيو البرازيلي كان موجود الفترة الأخيرة وأيضا كمان شادي حسين اللي كان ظاهر بشكل جيد حتى كمان في المباراة الودية الأخيرة طيب